بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد من وسع علم الله ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اختم لنا ورسائل المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين أدخلنا في كل الأمور المدخلة صدق وأخرجنا من كل الأمور المخرجة صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا وبارك لنا في أسمعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وغضياتنا وأبائنا وأمهاتنا وأهلينا وعلمائنا وآل بيت نبينا ومشيخهم وجميع المسلمين برحمتك يا رحمة الرحيمين وأتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع لفقه السادة الشفعية رحمهم الله وتعالى ونفعنا الله بعلمين في الدرين آمين أصل في حجر السفيه والمفلس في حجر السفيه والمفلس يعني هذه زيادة من الشارح على كلام المصنف لأن الحجر له أسباب غير السفاة والإفلاس ولكن يبدو هو اهتم بالسفيه والمفلس لأن لا يحجر عليهما إلا بحكم قاضي أما باقية أنواع الحجر فيحجر عليها بغير حكم قاضي كالصبي والمجنون وغير ذلك مما سوف نتكلم عليه الحجر أصله في اللغة المنعة يقول والحجر لغة المنعة في حجر وفي حجر حجر بالكسر له معاني كثيرة لكن الحجر أصلا ليس له إلا معنى المنعة أما بالكسر فله معاني كثيرة فهو لفظ مشترك يطلق على العقل مثلا ويطلق على الفرس الحجر يسمى اللي هو الفرس ويطلق أيضا على حجر سيدنا إسماعي هناك في الكعبة ويطلق على حجر السوب ويطلق على حجر السوب أصحاب الحجر معروفة في القرآن الحجر اللي هو حجر سامون وكذلك يطلق على الكذب فله معاني كثيرة ويطلق على المنعة أيضا كالفتح الحجر والحجر بمعنى المنعة لكن اللي بالكسر هو اللي لي معاني كثيرة جمعهم بعضهم في قوله في شعر يعني علشان يقول لك كل المعاني دي ركبت حجرا وطفت البيت خلف الحجري ركبت حجرا يعني ركبت فرسا وطفت البيت خلف الحجري اللي هو حجر سيدنا إسماعي وحست حجرا عظيمة ما دخلت الحجر يا بلى أني عندي حجرا عظيما أنا عقلا ما دخلت الحجر يعني وأنا بطوف ما دخلش جوه الحجر فحجر التانية دي مكرر الحجر إسماعي وحزت حجرا عظيما يعني عقلا عظيما لله حجر منعني من دخول الحجر لله منع حجر بمعنى منع منعني من دخول الحجر اللي هو حجر ثمود ما قلت حجرا لو أعطيت ملء الحجر ما قلت حجرا يعني كذبا لو أعطيت ملء الحجر مثلا زهبا لو حجر الثوب ثم حاولوا يجمعوها يعني في بيتين شارك كتبهم الشيخ البيجوري في حاشيته يعني عشان يبين لك أن المعنى هنا معنى واسع بمعنى الحجر بمعنى الكسر كسر الحاء يعني أما هنا الحجر فهو لغة المنع لكن شرعا له معنى تاني منع التصرف في المال مش أي منع لذلك الحجر في الشرع هو منع التصرف في المال بخلاف التصرف في غيره كالطلاق فينفذ مثلا الطلاق من السفية ومثله المريض ومثله المفلس ومثله العبد يعني صح منهم التصرف لكنه إن كانوا المريض مرض يفضي إلى الموت محجور عليه حجر جزئي فيما زاد عن ثلث ماله وكذلك المفلس محكور عليه في التصرف في المال لكن مش في سائر التصرفات فلو طلق يقع طلاق ولو خالع يقع خلعه ولو ظاهره يقع ظهاره وكذلك لو أقر بإقرار مثلا يوجب عقوبة يؤخذ بإقراره يبقى هنا على شكل كده بيقول شرعا منع التصرف في المال بخلاف التصرف في غيره كالطلاق فينفذ من السفية وقلنا من السفيه ومن المريض مرض الوفاة كذلك ينفذ منه أي أقطلاق والمفلس والعبد وغير ذلك الحجر عموما نوعان نوعان باعتبار يعني يعني حكمته طب ليه أنا أمنع إنسان من التصرف في ماله إما بابنعه من التصرف في ماله لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره أمنعه بمصلحة نفسه إذا كان صبيا أو مجنونا أو سفيها كلا بردو يبقى الحجر على الصبي والمجنون والسفيه بيبقى غالبا لمصلحة حتى لا يسيء استخدام مال نفسه في حجر تاني لمصلحة الغير وإن كان لا يخلف مصلحة الغير إلى مصلحة بردو الشخص نفسه لكن غالبا ننظر لمصلحة الغير زي الحجر على المفلس لمصلحة الغرماء وكذلك المريد مرض وفاه لمصلحة الورثة عشان ما يجيش في مرض وفاته يتسرب في كل ماله ويدر الورثة وكذلك الحجر على العبد لمصلحة سيده وعلى الراهن لمصلحة المرتهن إحنا لما تكلمنا عن الراهن إحنا قلنا بنحجر على التصرف في المرهون مش كده بردو طب لمصلحة مصلحة المرتهن وكذلك بنحجر على المرتد لمصلحة المسلمين لأنه لو مات على ردته آل ماله لبيت مال المسلمين فيئا وبالتالي أنا بحجر على المرتد لمصلحة المسلمين فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ماله وإن لم يعود للإسلام وماته ماله يروح لبيت مال المسلمين فيئا يبقى إيه الحجر نوعان نوع لمصلحة المحجور عليه ونوع لمصلحة الغير لمصلحة المحجور عليه مثاله الحجر على الصبي والمجنون والسفيد ولمصلحة الغير الحجر على المفلس لمصلحة الغرماء والحجر على المريض مرض الوفاء لمصلحة الورثة والحجر على العبد لمصلحة سيده والحجر على المرتد لمصلحة المسلمين والحجر على الراهن لمصلحة المرتهن ونمزجها كثيرة وبنحجر حتى على البائع لأن أنواع المحجور عليهم كثيرة وهناك تفى بستة لكن ده كثير ده بعضهم الأزرعي وصلهم سبعين مثلا بالمهم الأزرعي فهو أنواع كثيرة يعني البائع لما بيكون باعة للمشتري وانعقد العقد وتم بإجاب وقبول واتفاق محجور عليه أنه يبيع البيع دي تاني قبل أن يسلمها للمشتري فده نوع من الحجر لمصلحة المشتري يعني فيه نمازج كثيرة للحجر موجودة في الشرعي الشريف على أي حال جعل المصنف الحجر على ستة من الأشخاص اخترهم يعني كده على أساس نمازج للمحجور عليهم وليسوا على سبيل الحصر لأن إحنا عندنا كتاب غاية الغاية التقريب للقادئ بشجاع مقصده الاختصار يسموه غاية الاختصار وليس على التفصيل وجعل المصنف الحجر على ستة من الأشخاص الصبي والمجنون والسفية قبل ما نخش على ستة الحجر هل جاء في القرآن؟ هل ورد الحجر في القرآن يعني؟ من حيث الأصل بقى من الأصل في المسألة لازم تبحث هل ورد في القرآن ما يدل على الحجر والورد في السنة ما يدل على الحجر أم لا؟ عشان نشوف الدليل يعني ورد في القرآن في أية الدين بيقول إيه ربنا سبحانه وتعالى فإن كان فإن كان فإن كان فإن كان الذي علي الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له وفليملل وليبلع فإن كان الذي علي الحق سفيها أجسفه أو ضعيفا يعني صبي أو لا يستطيع أن يمل الإمام الشافع قال لي يعني مجنون مغلوب العقل فجاب لك إيه الصبي اللي هو الضعيف زي الصبي وزي المريض مرض الوفاة أو لا يستطيع أن يمل يعني مغلوب العقل يعني مجنون أو سفيه يعني يسيء التصرف فليملل وليه بالعدل يبا وليه أصبح هو الحجر عليه ويتصرب بالنيابة عنه واضح فدي مثلا في آية الدين ورد ما يدل على الحجر والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحد الصحابة كان دبر عبدا له دبر موته يعني وعده بالعدق دبر موته وكان عليه دين فالنبي حجر عليه وبع العبد وسدد الدين واضح بيبا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وجاء القرآن بدليلها وهي تحقق مقصود الشرع من المحافظة على مال الضعيف ومن المحافظة على مال الغير كالغريم وكالورثة في الأمثلة التي قلنا فيها وجعل المصنف الحجر على ستة من الأشخاص الصبي والمجنون والسفيه إيه هو السفيه؟ فسره المصنب بقول المبذر لماله أي يصرفه في غير مصارفه يعني يصرف المال في غير المصارف المعتادة يعني يبيع مثلا بيته اللي 8 مليون جنيه يروح يبيعه بألف جنيه ده يبس فيه ده ينفعش أو ييجي مثلا يشتري حاجة منها عشرة جنيه يروح دفع فيها ألف جنيه وما هي 8 عشرة جنيه عايز تكرم حتى الراجل يدي له خمستاشر يدي له عشرين إنه بتيدي له ألف وهي حاجة بعشرة آيبا ده بقى إيه يعني بيوسيء التصرف في مال وسائدها يحجر عليه لمصلحة هو نفسه واضح؟ المبذر لماله أي يصرفه في غير مصرفه الفقهاء ما يميزوش بين المصرف الإصراف وبين التبذير كل حاجة واحدة وبعد الفقهاء ميزوا قالوا أن المبذر هو الذي ينفق ماله في المحرمات والمصرف هو الذي ينفق ماله بغير ضابط وبغير حكمة ولكن في المكرهات أو المباحات يعني إذا قلنا أن التدخين حرام ووهو يدخن يبدأ في عرف الشرع يعتبر مبذر أو مصر إذا قلنا أنه مكروه زمان كان يقوله عليه مكروه في الوقت يقوله علي حرام ليه يقوله علي حرام في الوقت لأنه تيقن الدرر منه كان الأول الدرر منه مظنون مظنون الدرر فلما كان الدرر مظنون غير متيقن قاله عليه مكروه لما صار الدرر متيقن انقلب الحكم من الكرهة إلى التحريم فيبقى اللي بيشرب مدخن ده يبقى بين التبذير والإصراف وفي بالك على أي حال هنا بيقول السفيه اللي هو تعريفه المبذر لماله أي يصرفه في غير مصارفه والمفلس لغة من صار ماله فلوسا أصل الفلوس كانت عملات معمولة من النحاس والبرونز يعني زي ما تقول كسر كسر الدينار وكسر الدرهم فكانوا يدولوا ساعات عملة كده برونزية ما لاش معنا اسمها فلس فأصبح اللي مال وفلوس دي من الأفلس دي يعتبر مفلس لأنه لما عادها ولا فضة ثم أطلقت بعد ذلك على من لا يملك مال أصلا حتى فصارت مفلس جاي من من الفلس والفلس جاي من الفلس اللي هو المال الذي لقيمة له والمفلس وهو لغة من صار ماله فلوسا ثم كني به عن قلة المال أو عدمه وشرعا إيه هو المفلس الشرع بقى في الشرع هو الشخص الذي اتكبته الديون يقصد بها الديون الحالة مش الديون الآجلة يبقى الديون الحالة جاء وقت سددها وهو لا يستطيع سددها ليس عنده ما يوفيها يبقى اسمه مفلس في الشرع لكن أنا ما ديون وما عيش قيمة الدين ده لكن الدين ده هيجي معاده بعد عشر سنين يبقى أنا مش مفلس هيجي بعد سنتين يبقى أنا مش مفلس عشان أبقى مفلس شرعا يكون الدين حال وليس عند ما أسدده أما الديون الأجلة فلا تحتاج إلى حجر طالما لم يأتي موعده واضح يبقى هنا الذي اتكبته الديون أي الديون الحالة واللازمة لأدامي كمان تكون حالة يعني حل موعدها وتكون لازمة لأدامي فلو كان الديون دي متعلقة بالله عز وجل ما يتبرش مفلس شرعا واخد بقى دين عليه من أموال الزكرة لكنه لم يخرجها وصار ليس عنده سيولة يخرجها وبقى دين في زمته بس ده زمته لله يبقى ليس هو مفلس بالمعنى الشرعي اللي هو يوجب الحجر عليه واخد بقى لك عليه كفارة اطعم ستين مسكين مثلا ولا يملك انه يطعم ستين مسكين فلا يسمى مفلس شرعا واضح لان الحق هذا الحق تعلق بالله ولم يتعلق لأدمه فعلشان يكون مفلس شرعا يحجر عليه لابد ان يكون ارتكبته الديون الحالة لاخراج الاجلة وان تكون دي الديون لأدمه واضح علشان نقول ده مفلس يحتاج ان احنا ويكون كمان ان الديون دي ماله كله لا يفي بها يعني اكتر من ماله عشان نقول عليه مفلس لكن افرد ماله يفي بها او يسويها او ازيد منها وميبقاش مفلس فاهم يبقى يبقى لازم علشان نعرف القيود بتاعة المفلس اللي هو ساعتها نرفع عليه قضية حجر بسبب الفلس يقوم القضي يحكم عليه القضي يحكم عليه لما يشوف الديون الاجلة والديون العجلة العجلة هي اللي تخليه يحكم بالفلس فيشوف الديون العجلة قد ايه ولي لأدمي ولا لغير أدمي وهل ماله يفي بها او لا يفي بها فلو وجدها ان هي تساوي ماله ما يحكم شعلي بالحجر بل يبيع ماله يصد الديون خلاص لو هي ازيد من ماله هياخد جزء من ماله يصد بالديون ويقول له خليك زم كويس لكن لو لقاها اقل من ماله يبقى يحجر عليه من اجل الافلاس يبقى شرعا المفلس هو الذي ارتكبته الديون وعرفنا ايه قيود الديون لازم تكون ديون حالة ولأدمي ومال لا يفي بها ولا يفي ماله بدينه او ديونه يبقى فلا حجر بالديون المساوية لماله او النقص عن ماله ولا حجر ايضا للديون الاجلة ثم يتكلم بعد ذلك عن المريض مين المريض اللي بيحجر عليه مش اي مريض لازم يكون مرضه المخوف عليه من مرضه يعني مرض مخوف يعني قد يؤدي الى الوفاة في الغالب العام يعني اصيب بمرض ودخل الانه مركزة الله اعلم بقى حيطلع ولا مش حيطلع يوم يجي الشرع الشريف يحكر على تصرفاته التي تزيد عن حدود ثلث تركته ليه حتى لا يضر بالورسة طب افرد وتصرف في اكثر من الثلث بمرض مخوف ثم شفية منه ينعق التصرف ينعق التصرف واضح واضح نلغي نلغي ونخليها في الثلث فقط واضح يبقى المريض وليس اي مرض المخوف عليه من مرض يعني المخوف عليه من مرضه ان ينتهي به الى الوفاة والحجر عليه هل في كل مال لا فيما زاد عن الثلث فيما زاد على الثلث لان النبي صلى الله عليه ألف الوصية الثلث والثلث كثير يبقى اقصى حاجة يالثلث وهو ثلث الترك لأجل حق الورسة والحجر عليه فيما زاد على الثلث وهو ثلث الترك لأجل حق الورسة يعني كأن احنا حجرنا على تلتين الترك ما يتصرفش فيه وسيبنا له تلت يتصرف فيه عايز يتصدق يعمل حاجة يسدد بعض ديونه في حدود الثلث طيب قلنا لك اتصرف في اكتر من الثلث او في كل ماله ثم شو فيه يبقى تصرفه صحيح واضح طيب لم يشفى ومات نقوم ايه ننفذ تصرفاته في حدود الثلث والباقي نستأذن الورث ايه رأيكم ننفذ كله ولا لا الورث أجزوه خلاص تنزل لم يجزوه ياخدو التلتين يأسموه عليه تقيمت المسألة والمريض المخوف عليه من مرضه والحجر عليه فيما زاد على الثلث وهو ثلث الترك لأجل حق الورثة هذا إن لم يكن على المريض دين طبعا الدين يقدم فإن كان عليه دين يستغرق تركته حجر عليه في الثلث وما زاد عليه طبعا عنده دين يستغرق كل التركة يبقى خلاص ناخد التركة نحطها في الدين طبعا الورثة مش هيخطل حقا خلاص ما يتوى لم يترك ده أي شيء لأن الدين يقدم لأن إحنا قلنا الإرث هو بعد أخذ الديون والوصية وتكليف الجنازة اللي يتبقى بعد ده كله نقول عليه إرث يوزعه طب يفرد الحاجات اللي استغرقت تركة يبقى لم يترك إرث واضح والعبد نحن قلنا إيه الصبي والمجنون والسفيه وإيه تاني والمفلس والمريض والسادس العبد كده برضو الأنواع اللي هو عايز يتكلم عليهم والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة ده برضو محجور عليه وإحنا بنتكلم على الموجود قدامنا المرتد ده أنا جايبه لكم في الشرح أنا قلت أنا في الشرح لكن الشيخ هنا مش جايبه على أساس الاختصار كويس والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة فلا يصح تصرفه بغير إذن سيدة تصرفات العبد تقسمها ثلاث أقسام الأول عشان تبقى تصرفات العبد اللي هو الرقيق سواء كان ذكر أو أنسى يبقى العبد هنا بمعنى الرقيق سواء كان ذكر أو أنسى تصرفاته ثلاث أنواع تصرفات بإذن سيده تصرفات بإذن سيده فتصح في المعاملات تصرفات بغير إذن سيده فلا تصح إلا في العبادات يعني العبادات مش محتاجة إذن من سيده الصلاة والصيام كده برضو مطلق ذكر الله مطلق العبادة فدي لا يحتاج يبقى في قسم يصح ولو بغير إذن السيد دي في العبادات وجزء من التصرفات يصح بإذن السيد ودي في المعاملات وجزء لا يصح مطلقا سواء بإذن السيد أو بغير إذنه وهو في الولايات فلا يتولى أي ولاية العبد يبقى تصرفات العبد ثلاث أنواع نوع يصح بإذن ونوع يصح بغير إذن ونوع لا يصح مطلقا النوع اللي يصح بإذن اللي هي في المعاملات وده اللي بيبقى إيه؟ الحجر عليه واخد بالك اللي يصح بإذن ده يصح خلاص طب بغير إذن نحجر عليه بقى هيتسرب بغير إذن سيدين ومنحجر عليه نمنعه واضح وفيه بقى نوع تاني لا يصح مطلقا حتى ولو أزن السيد وده في إيه؟ في الولايات المطلقا ده في الولايات بس يعني ما ينفعش يتولى ولاية معينة عشان كده انت سمعت عن حكم المماليك وإذن ابن عبدالسلام قال ما ينفعوش حكومه البلاد لأنه ما ينفعوش يبقوا في الولايات وهم عبيد فلابد أنهما يبيعوا نفسهم الأول وبعدين يحررهم وبعد ما يبقوا أحرار تصح ولايته مش كده برضه قصة معروفة بتاع سيدنا العزة بن عبدالسلام مع مماليك مصر فلا يتنعقد لهم الولايات أصلا لا يصحه الولايات لهم يبقى هنا بيتكلم على العبد الذي لم يؤذن له في التجارة لأن معناه أن الذي يؤذن له في التجارة لا حجر عليه يبقى الذي لم يؤذن له في التجارة ده نوع من العبيد اللي يحجر عليه فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده وسكت المصنف عن أشياء من الحجر مذكورة في المطولات منها الحجر على المرتد لحق المسلمين لو واحد مسلم ارتد والعزو بالله ناس الله عنه يسبتنا حتى نلقاه وممكن يكون الارتد ده راجل من رجال أعمال غني جدا عنده أموال طائلة وإحنا عارفين أنه لو ارتد ما حدش هيورسه من المسلمين وأخذ بالك لأن موانع القرث تلاتة القتل واختلاف الدين والرق دي موانع القرث فلو اختلف الدين يعني ارتد ما حدش يورسه خلاص طب ماله الطائل ده اللي سايبه ده مين اللي ياخده يبقى ده فيق لبيت مال المسلمين ياخد حكم الفيق واخد بالك فيروح لبيت مال المسلمين فلو واحد ارتد نحبر على ماله حتى نشوف هل حيتوب إلى الله ويرجع للإسلام فيعود له ماله ولا حيستمر على ردتي إلى أن يموت فإن مات عاد ماله إلى بيت مال المسلمين خدت بالك يبقى ده نوع من الحجر برضو الحجر على مرتد لحق مين لحق المسلمين ومنها الحجر على الراهن لحق المرتهن زي ما قلنا لك ده حجر جزئي متعلق بالراهن نفسه يعني الشيء اللي انت رهنته ملكك صحيح لكن لا تتصرغ فيه محجور عليك من تصرغ فيه لحين سدد دينك للايه؟ للمرتهن فده نوع أيضا من الحجر هنيجي نشوف بقى تصرفات هذه الأصناف اللي هي محجور عليها افرد تصرف يقول وتصرف الصبي والمجنون والستفيه غيره صحيح افرد الصبي باع أرضه هو صبي عقد باع باطل غير صحيح لا ينعط واضح وكذا المجنون يبقى التصرفات بتاعة الصبي والمجنون والستفيه غيره صحيح فلا يصح منهم بيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرها من التصرفات وإن كان في الصبي إن كان مميزا تصح منه عبادته ولكن لا يصح منه تصرفاته المالية لكن عبادته تصح ممكن يصلي بالناس الجمعة ويخطب بالناس الجمعة كمان وصلاته تبقى صحيح أو يبقى صبي وممكن كمان الصبي يصح منه الإذن للضيف أن يدخل الدار أو أنه يأكل الطعام واخد بالك أما تقول للابنك قلهم يتفضل ويأكله هو يعني هو يملك الطعام ده أو أنت اللي تملكه لكن بإذنك أنت آه يقولهم يتفضل فهي صح منه هذا أو إصال الهدية أو الهبة يوصلها فقط لكن لا ينشئها واضح وتصرف الصبي والمجنون والستفيه غيره صحيح فلا يصح منهم بيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرها من التصرفات وأما السفيه السفيه بقى لا تصح تصرفاته المالية لكن تصح تصرفاته التانية هو سفيه صحيح مبزر في المال ينزل يشتري الحجم مجنيه يجيبها بعشرين جنيه والتلاتين جنيه آه ده السفيه ما تصرفش في مال لكن ممكن يروح يزوج نفسه ممكن يطلق مراته تهمت إزاي تصرفاته تنعقد بيها وعلى شكله أما السفيه يصح نكاحه بإذن وليه وتصرف المفلس اللي هو المحجور عليه بفالس بقى يصح في زمته المفلس اللي محجور عليه علشان الغرماء ليه أنه هو يتصرف ولكن تصرفات تكون في زمته بعد قضاء دينه واضح؟ كعين يعقد صفقات في الزمة في المستقبل واضح؟ ده المفلس لأن المفلس مش مجنون على فكرة ده عاقل ممكن يتصرف كويس لكن إيه؟ المجنون والسفيه لتصرفاتهم فيها خلل لكن المفلس فلس بس لكن هو بني آدم في كمال عقله فهو يدرك وبالتالي تصح تصرفاته لكن مش في المال المحجور عليه لصالح الورثة صالح الغرماء لا يصح في غير ذلك واضح؟ يعني في زمته ممكن عشان كده بيقولك وتصرف المفلس يعني المحجور عليه بخالص خد بالك إن فيه المفلس ده نوعين مفلس مهمل ومفلس غير مهمل الشرع يسموه كده المفلس المهمل اللي فيه حكم قضائي بإنه مفلس فده محجور عليه بحكم الخضائي يسموه مفلس غير مهمل وده الكلام عليه على فكر هو ده اللي يحجر عليه المطلق لكن فيه مفلس غير مفلس مهمل ما حدش رفع عليه قضية ولا القضي حكم عليه فده صح تصرفه مطلق حتى في ماله اللي تحتهيده واضح؟ يبقى لما بيكلم هنا بيكلم على المفلس غير المهمل لنهو في الصورة دي تصرفات المفلس غير المهمل يعني غير المهمل يعني إيه؟ يعني اللي لم يحكم عليه قاضي واضح؟ لأنه ممكن تلاقي واحد ماشي في الشارع كده عليه ديون على العربية بتاعته وعليه ديون على الشق اللي ساكن فيها وعليه ديون اللي امراته مدهاش بقيت مهرها والديون ركباء وكل ما يملكه ما يوفيش هذا كله فده مفلس لكنه تصرفاته صحيحة لأنه ده مفلس مهمل ما حدش رفع عليه قضية تقيمت بقى إزاي؟ لكن لما ييجي ترفع عليه قضية خلاص بقى الحربية اللي ركبها ما يعرفش يبيحها بيته اللي ساكن فيه إلا كله بإذن القاضي ويشوف الغراماء فين ويدديله يبقى فيه المفلس مهمل ومفلس غير مهمل المفلس الغير مهمل اللي احنا بنتكلم عليه ده إن تصرفاته تكون في زمته إنما تصرفاته العاجلة الآن دي ما يعرفش يتصرف فيه واضح؟ لأنه فيه قاضي يمنعه ده لما يبقى في دولة إنما الوقت الله أعلم فيه قاضي أصلاً ولا ما فيش فربنا يسلمنا وتصرف المفلس يعني المحجور عليه بسفة بين قسين المفلس غير المهمل كل ده عشان تبقى فاهم معنى الكلام إيه مش أي مفلس وإلا لو قلنا تصرف المفلس لا يصح مطلقاً يبقى طلعنا نص الشعب المصري أو تلتة أربعة الشعب المصري تصرفاته لأنه معظمهم مش يمفلسين وما للثورة قامت ليه؟ بسبب الفقر والفلس تقيمت بقى؟ لكن احنا نقصد إن المفلس إيه اللي بباب السفة بباب الحجر اللي محكم عليه بحكم قضائي وتصرف المفلس يصح في ذمته فلو باع سلماً طعاماً أو غيره يعني مثلاً قال للواحد الديني هو تاجر بسم مفلس قال للواحد الديني ألف جنيه وهجب لك بهم أمح بعد شهر أو ده عقد سلم يصح ويبقى في ذمته وبعد شهر لازم يجيب له البضاعة ويستلم منه المال طب بعد شهر ما جبلوش البضاعة انضم الرجل ده تابع الغرماء بقى يخش في صف الغرماء بقى يبقى ناخد بالنا فلو باع سلماً طعاماً أو غيره يعني طعاماً دي المثال بتاع الأمح غيره هجيب لك سيارة هجيبك لابتوب هجيب لك إيه شحنة موبايلات أي حاجة غير الطعام واتفق معه على السعر وقال له دين السعر وحسلمه لك بعد شهر واتفق على المواصفات جاء بعد شهر ما سلمش ينعقد هذا وتبقى في زمته ما سلمش يخش الطرف الآخر في زمرة الغرماء يبقى يبقى فلو باع سلماً طعاماً أو غيره أو اشترى كلاً منهما كلاً منهما تعود على الطعام أو غيره يعني اشترى طعاماً أو غيره كلاً منهما هنا تعود على إيه على الطعام أو غيره أو اشترى كلاً منهما بثمن في ذمته صح دون تصرفي في أعيان مالي لأن أعيان ماله عين ماله اللي تحت إيده ده هو ده تعين لأجل صالح الغرماء فما يتصرفش فيه لكن زمته لست ده في المستقبل فالحجر ما يجيش على الزم ده بيجي على المتعين في يده ولكن لا يأتي على زمته وزمته يعني ما يعيد به واخد بالك دون تصرفه في أعيان ماله يعني ماله المتعين في يده فلا يصح وتصرفه في نكاح مثلا أو طلاق أو خلع صحيح فبنكاح هذا المفلس يتجوز يتجوز ابنه يتجوز بنته ماشي أو يطلق أو يقبل خلع أو شيء من كل ده جائز كل ده تتصرفاته ماشية فيها وتصرفه في نكاح مثلا أو طلاق أو خلع صحيح إنما المرأة المفلسة بقى حتخالع وحتخالعني هتدفع مقابل تدفع مقابل في زمتها ماشي لكن تدفع مقابل من المتعين معها ما ينفع تقيمت بقى تقيمت المرأة المفلسة لأن إحنا عارفين إن الخلع ده عبارة عن إيه عبارة عن فراق بعوض هذا الفراق له توصيف فلو طلاق ولا فسخ خلاف في المذاهب وأخذ بقى لك المهمة فراق للزوجية مقابل عوض مالي فلو كان العوض المالي في زمتها صح لأن الحجر لا يشمل الزم لكن لو كان في شيء في يدها وهي محجور عليها بسبب ديون يقول لك لا ما ينفعش الخلع على شيء في يدها واضح نفس الحكاية وأما المرأة المفلسة كذلك افرر الرجل اللي هو المفلس ده عايز يتزوج يديها مهر بحاجة متعينة في يده ما ينفعش لكن يبقى المهر في زمته يمشي الزواج تفهم يقول لها بس لما تتيسر الحل وسد ديوني يحب أديك مهر مئة ألف جنيه تبقى حلنا هو كلان طق حنك واخد بقى يا صح يا صح هذا وتبقى في زمته لكن قال لها خدي الشقة اللي موجودة في المؤطم ومفتاحها وهو أصلا ما ديون وما ينفعش ليه لأن دي موقوفة لصالح الغرماء تقيمت بقى المسألة يعني عايزك تفهم السور علشان تقدر بعد كده تعرف انت تطبقها في أي حاجة بعد كده وأما المرأة المفلسة فإن اختلعت على عين لم يصح عين يعني شيء متعين لم يصح ليه لتعلق حق الغرماء بالمتعين هذه العلة لم يصح ليه كنت بعرف العلة لتعين حق الغرماء به هذا المتعين يعني أو دين في زمتها صح لو قالت في زمته إن شاء الله خلاص زمتها واسعة تاسعة هذا طيب وتصرف المريد تصرف المريد احنا عقلين مش أي مريد المريد الذي اتصل مرضه بالوفاء يبقى هنا مش مرض معين ده مرض مخصوص مش يجي له دور زكام نقول له اتحجر عليك ولا مصد عشوان نقول له حجر أو عنده سكر بياخد انسوين كلهم نقول له محمور عليك لا يبقى لازم يكون مرض مخوف يعني يؤدي للوفاء وقال به إلى الموت طيب افرد جاله مرض فعلا وقال له انت هتعمل عملية ونسبة النجاح فيها ندرة خالص وقبل ما يدخل قط العمليات تصرف في أكتر من نص ماله واضح ودخل قط العمليات وطلع خف وما ماتش ينعاق التصرف واضح ينعاق التصرف ولو كان استمرك كل مال لكن لو طلع من قط العمليات الدكتور قال ما عليش عملنا اللي علينا والبقاء لله والراجل مات يبقى تصرفه يوقف في حدود السلوس بس مراعاة لحق الورثة فإن أجاز الورثة ما أجرىش حاجة فإن تبقى الحكاية يبقى مش أي مرض هنا يبقى وتصرف المريض يعني الذي اتصل مرضه بالموت فإن شفيا تبين صحة التصرف فيما زاد على الثلس موقوف على إجازة الورثة فيما زاد على الثلس موقوف على إجازة الورثة فإن أجازوا الزائد على الثلث صحة صحة التصرف وإجازة الورثة وردهم حال المرض لا يعتبران طب يفرضوا أجازوا هو مريض لازم نسألهم بعد وفاة لأن يمكنهم أجازوا هو مريض مكسوفين منه أو كانوا ما يعرفوش أنه هو سايب مال كتير كانوا متصورين أن الرجل يعني كلام فارغ عنده خمس تلف ستة عشرين ألف مئة ألف جنيه في البنك إيه يعني وما ناس بقى أسرة كبيرة إيه يعني الرجل بيتصرف بحدود مئة ألف جنيه ما جراش حاجة إحنا موافقين وبعدين إيه الرجل مات لقوا أنه عنده مئة مليون قالوا لأ أبا نحن مكناش عارفين الحكاية كده يبقى إيه ساعتها إيه العبرة بإجازتهم بعد الوفاة ولا يعتبر بإجازتهم قبل الوفاة واضح؟ لأن قد ربما يكونوا يجهلوا التاركة أو ربما يكون فيه هناك حرج أمامه مكسفين منه فأجزوه عشان أبوهم مكسفين منه لكن بعد ما يموت نرجع تاني نسأله أنتم موافقين ولا مش موافقين واضح؟ وإجازة الورثة وردهم حال المرض لا يعتبران عرفت علة لا يعتبران ليه؟ طيب وإنما يعتبر ذلك من بعده يعني من بعد الموت من بعد هنا؟ أي من بعد موت المريض وإذا أجاز الورث ثم طيب افرد بقى أني أجاز الورث بعد الوفاة وبعدين قال إيه؟ إنما أجزت لظني أن المال قليل وقد بان خلافه صدق بيميني القضي يقول له طيب يحلف إنك أنت فعلا ما كنت اشتعرف فإن حلف صدق بيميني وصحبت إجازته ويأخذ حق واضح؟ وتصرف العبد العبد الذي لم يؤذن له في التجارة احنا قلنا دل هو إيه؟ محبور عليه طيب افرد تصرف وهو لم يؤذن له في التجارة يكون في زمته يعني معنى كونه في زمته يتبع به بعد عدقه يعني لو تصرف العبد بغير إذن سيده يبقى هذا التصرف في زمته لو عتق يسدده طيب وقبل ما يعتق موقوف تصرف هذا موقوف غير نافذ مجرد وعد فإذا عتق يا صح ومعنى كونه في ذمته أنه يتبع به بعد عدقه إذا عتق فإن أذن له السيد في التجارة صح تصرفه بحسب ذلك الإذن يعني على حسب أذن له في أي تجارة تجارة معينة بمال معين آه يبقى في الحدود اللي قال هاله في الأماكن اللي قال هاله في نوع التجارة اللي قال هاله لكن ما يتوسعش أزيد من النوع اللي حددوله سيده إلا بإذن سيده واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم وهنقف كده على فصل في الصلح والصلح اللي هو قطع المنازعة يعني ده إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بإذن الله قال لديكم أسئلة في الباب في الباب ده شاهزين أسئلة عامة أسئلة متعلقة بهذا الموضوع أي دي معاملات مالية أي معمول بها في مجتمعنا ده طبعا هو القانون بتاعنا هو بيهرعي لحاجة ده قانون القائم يراعي الحاجات هو ما يشفين مجلس الحاسبي عشان مالي اليتيم والصبي بيمنع تصرف الولي في مالي اليتيم إلا بإذن المجلس الحاسبي ما هو حاجره معمول طبعا لو واحد أبوه جاله خرف هو راجل كان من أصحاب المليارات وابتدى يهلك المال والده بيرفع عدية إيه حاجر على أبوه ويجيب تقرير من الطبيب ويحكم القادم الحاجر بسبب إيه استفد واحد جاله زهايمر هو كان راجل عمال كبير ويروح كل يوم الشركة يبوز الشركة مش مدرك بيعملوا إيه أولاد تفعوا ليه قضيت حاجر ويجيبوا شهود وشهادة طبية وخلص يتحجر عليها مش كده برده معمول هو اللي احنا بنحكي في ألف ليلا وليلا هو ده الوضع اللي احنا عايشين فيه انت لما بيبقى عندك يعني واحد خد منك مال وعندك ما يثبت وتقول له تعالى الديني ما يدكش بتعمل ايه تروح للقاضي القاضي بيحجر عليه لحد ما ايه يسدد يعني ده معمول بيه اللي احنا عايشين بينا عايش واحد مجنون وكان أصلا أصحاب الملايين والجنن بيجي يتعين واصي عليه من أقاربه والوصاية دي عليها رقابة قانونية كمان لأن الواصي ممكن يأكل مال مش كده برده فكل ده قائم يعني مجتمعنا مجتمع مسلم ما تخرش قبل ما الإخوان المسلمين يمسكوها يعني زي يعني طول عمرنا قانوننا قانون قايم على الشرع الشريف ايه يسدد في المعاملات المالية والمعاملات الخاصة دي دي قايم بالشرع الشريف 100% والمعاملات التجارية كل الحاجات دي يلا بيأمروا باستداد ما بيحجرش عليه بيأمروا باستداد ويعملوا جدوى الزمن لا ما هو القاضي مش هيبيع ده هو ماله كتير القاضي هيعمل له جدوى الزمني سدد للناس دي في حدود كذا وقال لي حدخل أنا سدد لهم من وسط مالك ده الكلام ده لما هو كمان في الأول ما ينفس الحكم بالجدوى الزمن يعني بيدي له فترة زمنية طالما ماله كتير يقول له سدد ده وابتدي بأولويات ابتدي بيدا ثم ده ثم ده يحدد له القاضي لا ده بيوجهه بقى لسه بيوجهه مرت الفترة الزمنية وجوم اشتاكه تاني ساعتها بيحجر على جزء من ماله يوازي قيمة الديون يعني الراجل عنده أرض تساوي مليون جنيه وعنده أراضي تانية كتيرة وأموال أخرى في البنوك وهو يدينه كلها مليون ياخد الأرض أمو مليون دي يروح بايعها وموزعها بتاعه ويسيب له بيت مار تعمت ازاي؟ والله تعالى أعلى وأعلى سبحانك اللهم وبحمدك اشتركوا في القناة